السلام عليكم عاملين ايه؟ معاكم يصر عامر هنعمل مع بعض النهاردة طاجن الورق العنب باللحمة من الحاجات الجميلة جدا جدا طعمه طحفة وشكله رائع جدا مجرد من بتحطها على الصفرة بيخطف الأنظار أو الحاجة في العزومات بيبقى هايل جدا حتى لو على الصفرة عادي في الأكل عادي بيبقى أول حاجة الأولاد بيميد قديهم عليها هايزة أوريكوا التسوية بتاعته وشكله من جوة المحشي الرزم فلفل وفي نفس الوقت مستوي جدا اللحمة بقى زبدة يعني عايزة أقولكوا دايبة دوب جميلة جدا طبعا بيفرد في قطاية اللحمة نفسها وهقولكوا عليها في الفيديو بصوا رهيبة طعمه كان خطير جدا يلا بينا نشوف هنبدأ ازاي وهنعمل ازاي مع بعض محتاجين لخلطة المحشي ده رز مخصول حوالي كيلو ونص من الرز أنا هعمل كمية كبيرة شوية معايا بقدونس وشبت متقطعين حوالي من ثلاثة لأربع حزم بقدونس وشبت عصير طماطم ومتقطع عليه أو مضروب مع مكعبات البنجر عشان يديه لون الأحمر الغامق ده مادة دهنية زى سمنة على زيت وبصلتين كبار متقطعين مكعبات وده كده المكونات الأساسية للمحشي طيب احنا هنا لو عايزين نضيف إضافات يبقى عندي مكونين اتنين ممكن أضفهم على محش ورق العنب أو البتنجان كمان معلقتين كبار من دبس الرمان ومعلقتين كبار من المستردة دول إضافة اختياري ممكن حد يضفهم أو لا بس هما بيدوا تكة كده زيادة في المحشي وحاتة مزازة كده حلوة برضو بالذات لمحش ورق العنب فدول اختياري التوابل بقى اللي هنحتاجها ملح وفلفل ومعلقة كبيرة من البهارات ومعلقة صغيرة من الإرفة ومعلقة كبيرة مليانة من الطوم المفروم أو ممكن أكتر شوية من معلقة كمان معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الحبهان المطحون ومعلقة صغيرة من الكباب الصيني نروح على النار مع بعض ونشوف هنبدأ إزاي حل على النار هنزل بالمادة الدهنية ممكن زيت بسة ممكن سمنة وزيت بس انا بحبش ازود المادة الدهنية قوي هنزل بالبصل واشوحه لحد ميتبل معايا بالشكل ده هنزل عليه بالتوم المفروم قلبهم مع بعض هنزل عليهم بعصير الطماطم وزي ما انتوا شايفين لونه احمر ازاي معالش عليه ولا معلقة صلصة واحدة بس ده بسبب مكعبات البنجر اللي ضربتها معاهم ملح والفلفل والبهارات والقرفة والكمون والكسبرة والحبهان والكبابة الصيني وقلب كله مع بعضه واسبها تتسبك تماما وبعدين دلوقتي هبدأ انزل بالخضرة البقدونس والشبت انا مش بحط كسبرة بكتفل البقدونس والشبت وبحط منهم كمية كبيرة انتوا عارفين ايش ايه الخضروات الورقية زي ما قلنا في حلقة العصير الاخضر قد ايه ما بزد انهم يعني موجودون في اي اكلة بدخلهم على طول وبكمية هنزل عليهم بالرز وابدأ اقلب كده خلاص الخلطة او اساس المحشي خلص معايا هنا هزود المكونين الزيادة اللي هم معلقتين كبار من دبس الرمان ومعلقتين كبار من المستردة وهقلب وخلاص كده الخلطة جهزة معايا بتاعت المحشي وهنبدأ نحشي مع بعض احنا هنا اه كنا قلنا في حلقة التخزين ورق العناب والبامية ان انا بعد ما بطلعه من الفريزر ورق العناب بعد ان طلعه من الفريزر بحطه في بولة فيها مية علشان خاطر اتطمن ان هو تماما ما فيهوش اي اتربة من جواه نضيف تماما معايا وابدأ احشي بالشكل ده بطلع الورقة وافتحها واغطصها كده في المية بحيث اتطمن ان ما فيهوش اي اتربة في اي حتة وزي ما انتو شايفين الورقة متماسكة وقلنا في الحلقة دي ان احنا اه ما بنهريش او مش بنسلق ونسلق جامدة بيبقى بيضوبك ياخد غلوة واحدة عشان الفريزر كمان بيديله تك تسوية زيادة فعشان كده مش بنسويه جامد في التخزين بنحشي دايما على الناحية الخشنة بنتني الاطراف بتاعته اللي تحته والجوانب ونلفه هعمل بقى كل الكمية دي بالشكل ده هخلص كل الورق العنب ونبدأ نشوف هنعمل اللحمة ازاي خلصنا كل الورق العنب اللي عندي وهنبدأ بقى في مقادير اللحمة انا عندي هنا عرق فلتو متقطع شرايح وهي دي قطاية اللحمة الحلوة في التواجن بالزاد وبصل جوليان ومعايا توبل اللحمة معلقة كبيرة مليانة من البهارات ومعلقة صغيرة من الكبابة الصيني ومعايا نص معلقة صغيرة من الحبهان ونص معلقة صغيرة من القرفة وملح وفلفل ودلوقتي في حلة على النار بتسخن لازم تكون سخنة كويس قوي قوي وبعدين هنزل عليها طبعا بالمادة الدهنية زيت وحتة زبدة طبعا الحلة سخنة جدا جدا وهنزل بالزيت واستنى بس ربع دقيقة لو يضوبك الزيت يسخن وهنزل بقطع اللحمة بتاعتي علشان تاخد صدمة انا عايز اقديها تشوك كده علشان خواطر ما تنزلش ميتها والنقطة دي مهمة جدا جدا ودائما بأكد عليها انا قلتلكوا دي عارق الفلتو يعني عارق الفلتو من القطاعات الغالية مش الرخيصة وحتة كده جوسي جدا وطرية ومتاخدش اي تسوية مهم جدا ان انا ما خليهاش تفقد السويل بتاعتها او ان هي تنشف مني او حتى تفقد الطعم بتاعها مهم ان انا حافز عليها عشان كده بقولكم لازم الحالة تبقى سخنة قوي قوي واخد بالي وانا آآ بشوحها ان الحالة ما تبردش وتنزل ميتها هنا حاطت كل التوابل بتاعتي البهارات والكباب الصيني والحبهان والقرفة والملح والفلفل وهقلب بقى اللحمة مع كل التوابل دي عشان تشرب منها كويس قوي انزل بقى عليها بشرايح البصل وهقلبهم برضو مع بعض كويس عايزة برضو البصل يشرب من التوابل والبهارات دي ويدبال يعني نص دابلان كده اهو بالشكل دلوقتي اخدوا بقى واروح بيه على الطاجن يضوبك البصل طري معايا في الطاجن هنزل بالعيدان بتاعت ورق العنب هرصها فيه وبرضو احنا كنا خزناها في حلقة البامية وورق العنب في حلقة التخزين قولنا ان هم بيدوا مزازة كويسة جدا جدا لورق العنب وفي نفس الوقت بيحموا الطاجن من انه يتلسع او يشيت او حاجة هرص بقى قطع اللحمة بتاعتي جنب بعض كده عايزة اقولكو هي اللحمة كده خلاص خدت ربع سوا من التشوك اللي عملناها ده فاضل تلاتة ربع سوا هتاخدوا مع المحشي وده لان دي عرق فلتو ما بيخدش اي تسوية يعني انا اصلا يعني ساعات بديلوا تشوك وحطوا مفيش تلت ساعة في الفرن بيبقى تمام جدا واستوا هبدأ بقى بعد كده احط شرحات البصل دي طبعا واخدم التوابل والبهرات يعني احط بنا كمية كويسة اغطي بيها اللحمة هنزل بقى بشوية المية اللي ازلت من اللحمة والبصل طبعا ملايين توابل وطعم ما يتسبوش وابدأ اروس ورق العنب تقريبا الطاجن ده اخد مني تلات صفوف من ورق العنب رصينا الطاجن بالشكل ده ودلوقتي نبدأ نسقي انا سايب معايا شوية من عصير الطماطم اللي كنت عصرت بيه رجنتهم على جنب وضبطت الملح والفلفل طبعا بتاعه وكمان حط عليه شوية من الشربة وبردو زبط الملح والفلفل بتاعهم وهم دول الخليط الهسئ به محشي ورق العنب حط محشي ورق العنب حط الشربة على المحشي بالشكل ده يضوبك تغطي الصف الاولاني وطبعا معلش يعني حتة اللي الضاني او حتة الدهن الضاني طاجن الورق العنب ما يمشيش من غيرها يعني مع تزاري لكل الوصفات الصحية وكل الاكل الصحي اللي بشجع عليه بس دي وصفة استثنائي ماينفعش الورق العنب يعدي من غير حتة الدهن الضاني دي بصراحة بتغير في الطعم جدا وبتخلي ورق العنب لطعم تاني نحط كمان شرايح اللمون ودلوقتي نبدأ نغطي الطواجن كويس جدا جدا بورق الفويل ودي نقطة مهمة قوي قوي في تسوية اللحمة بالذات زي ما قلتلكم على طول انه اي الحوم او فراخ حتى لو فراخ بلدي بلدي يعني لما تتقفل عليها جامد قوي كده والفرن يبقى سخن ما بتاخدش اي وقت في التسوية طيب دلوقتي انا مسخنة الفرن كويس قوي قوي هحطها في الرف اللي تحت مدة ربع ساعة او عشرين دقيقة لحد ما تغلي وبعدين هحطها في الرف اللي في النص لحد ما تتشرب خالص خالص تقريبا مدة ساعة ساعة وربع وبعدين هطلعه واشيل من عليه ورق الفويل وهتشوفه شكله دلوقتي بعد ما طلع اهو طلع معي بالشكل ده هغطي وهصفي منه الشربة اللي فيه او بقيت السوائل اللي فيه حطت بس غطة صغير وصفيت منه اغلب السوائل اللي فيه ودلوقتي المفروض هنبدأ نقلبه بسم الله كنت خايفة جدا جدا من الحتة دي كنت حتى الفيديو هيبوز بسببها هلي بالكم انتم بتقلبوا الطاجن يتزحلق ولا يحصل حاجة بسم الله تمام كده الحمد لله جاب سليمة هنا لما جيت ارفع الطاجن نزل بوائي من الشربة لفضلة طبعا انا طريقة امسحها علشان التصوير بس بصراحة لو انتم في البيت لا يجب انتم سحوهاش دي يعني اه يعني عصارة اللحمة مع مزازة الورق العنب وطعمه يعني انا لو مش بصور كنت خلتها يعني حطينا فيها المحشي وكلها طبعا كان سخن مش عارفة ارفعه بسم الله جميل جميل ريحة وطعم اعايز اقولكم ريحة خطفة لقول كان رهيب جدا 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 آآ آآ شكله وطعمه ورحته ولونه وكل حاجة جيل بقى الاعدان دي كان سخن جدا طبعا مش عارفة اتحكم فيها اقدمه بقى للوقت هو كده خلاص تمام اقدمه بالشكل ده زي ما انتم شايفين كان طعمه وشكله جميل قوي بيلمعه رهيب اللي لسه مشتركش في القناة يشترك عشان الطاجن اللي جاي احلى بكتير الطاجن اللي جاي جامد جدا وان شاء الله يارب تجربوه يعجبكم بقى الفهنة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة